بسم الله الرحمن الرحيم حسب التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة ما زلنا مع أداة التكلفة المستهدفة ويلاحظ العلاقات الرياضية التالية مجموعة علاقات هامة جدا في حساب التكاليف المستهدفة أول علاقة رقم واحد التكاليف المستهدفة أو المسموح بها بتساوي سعر البيع المستهدف أو الإرادات المخططة ناقص هامش الربح المستهدف لعلقى رقم اتنين هامش الربح المستهدف هيساوي تكاليف بيعية وإدارية زائد العائد المستهدف تابع العائد المستهدف داية حسب إزاي بطريطين حسب معطيات التمرين إما بضرب الاثثمارات في معدل العائد طبعا معدل العائد هنا على الاثثمارات أو إرادة المبيعات في معدل العائد برضو على المبيعات يبقى حسب المعطيات الموجودة عندي طيب العلاقة رقم ثلاثة التكاليف المستهدفة المسموح بها على مستوى الوحدة للوحدة الوحدة هتساوي التكاليف المستهدفة المسموح بها اللي هنا حسبناها من المعادلة السابقة على عدد الوحدات عشان أجيب للوحدة الوحدة العلاقة رقم أربعة فجوة التكاليف بتساوي التكاليف المستهدفة المسموح بها ناقص التكاليف المبدئية المقدرة لأنه كان فيه تكاليف مقدرة في البداية وفيه تكاليف مستهدفة وصلنا إليها الفرق بينه ما هو ده فجوة التكاليف طيب العلاقة رقم خمسة إن إحنا نقسم فجوة التكاليف إلى خفض مستهدف في التكاليف قابل للتحقق يعني التكلفة يقدر نحققها نقدر نخفتها وخفض يصعب تحقيقه من الصعب إن إحنا نخفض هذا الجزء ده بيعتبر بالنسبة لنا تحدي العلاقة رقم ستة التكلفة المستهدفة بعد ما أسمنا الفجوة التكاليفية هيساوي التكلفة المقدرة المبدئية ناقص هدف خفض التكلفة القابل للتحقيق اللي نقدر نحققه بس العلاقة رقم سبعة والأخيرة التكلفة المستهدفة للوحدة هتساوي التكلفة المستهدفة اللي احنا طلعناها من العلاقة رقم ستة دي على عدد الوحدات اللي احنا عندي موسيقى